أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمي أن قوات الدرك تقدم دوراً أمنياً احترافياً يقوم على إنفاذ سيادة القانون في إطار من الانضباطية واحترام حقوق الإنسان اللواء الحواتمي وخلال محاضرة له بعنوان دور قوات الدرك في الأمن الوطني قال إن قوات الدرك تساهم في تعزيز مكتسبات الأمن والاستقرار وحماية الحريات مؤكداً أن المواطن هو محور العملية الأمنية وغايتها وشريك أساسي في الحفاظ على الأمن وفقاً لمبادئ العدل في أداء الحقوق والواجبات